أكل الحمام النيئ في الحلم يدل على اغتياب الزوجة والحديث عنها بالسوء أو تناول أعراض النساء واغتيابهن وقيل أكل الحمام النيئ في الرؤية يدل على سلب مال امرأة عنوة أما أكل الحمام المطبوخ في المنام فيرمز للرزق المبارك السهل إن كنت ترغب بتفسير رؤية أو حلم نرجو وضعه في التعليقات وسنقوم بتفسيره مباشرة لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو تشجيعا لنا وشكرا على الدعم أما أكل الحمام المطبوخ في المنام فيرمز للرزق المبارك السهل ولحم الحمام وريشه في الحلم يدل على الخير والمال حسب الشيخ النابلسي أكل الحمام المحشي في الحلم يدل على تضاعف الرزق والمال فمن رأى أنه يأكل الحمام المحشي بالرز زاد ماله بسهولة أما الحمام المحشي بالفريق في الحلم فيرمز لزيادة المال بعد ما شقه وكله خير مدام الحمام ناضجا رؤية طبخ الحمام في المنام تدل على شراكة واتفاق مع امرأة فمن رأى أنه يسلق الحمام في المنام دل على تحسن أحواله مع زوجته أو دخوله في عمل معها وحش الحمام في الحلم ادخار المال عند الأم أو الزوجة كذلك رؤية الحمام المحشي في المنام دون أكله تدل على المال المجموع والمخبأ مع الزوجة أو الأم ومن رأى أنه يشرب مرق الحمام في المنام فهو ينال خيرا سهلا كثيرا وصحة بعد مرض عش الحمام في الحلم يدل على غرفة النوم ومن رأى الحمام يبني عشه في بيته فإن ذلك يدل على أنه يأمن في بيته ويطمئن ورؤية عش الحمام في مكان العمل تدل أن عمله آمن مبارك وتخريب عش الحمام في الحلم إن كان عن قصد يدل على خراب البيت بسبب السلوك السيء أو إن عدام الأمن في المنزل وإن كان تخريب بيت الحمام عن غير قصد دل على التقصير بحق الأهل ترجمة نانسي قنقر